ملف والنشر الأول من إسبانيا حيث رحبت الحكومة الإسبانية على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خصي مانويل الباريس بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الباريس قال في حوار خاص به صحيفة البريوديكو إن إسبانيا سعيدة بأن بلدا صديقا وجارا يحتل هذه المكانة الدولية وتم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024 عقب تصويت جار الأربع الماضي بجونيف وأيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء السبع والأربعين بالمجلس ترشيح المغرب مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا رئيس الدبلوماسية الإسبانية أشار إلى أن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين المبنية على الصداقة والثقة